أهلا بكم أعزائي طلبات وطالبات التعليم الفني ومع الحلقة الأولى لمادة التخطيط للصف الثاني الصناعي الصف الثالث الصناعي كسم ملابس جعزة هنتكلم النهاردة عن مادة التخطيط وتأثيرها في كسم الملابس وفي مصانع ملابس وليه بندرس مادة التخطيط في الصف الثالث أول حاجة ناخد الباب الأول تخطيط الموارد البشرية في مصانع ملابس الجعزة والموارد البشرية هيقصد بها العمال الموظفين داخل المصنع وداخل الشركة اللي بيبقى فيه المسؤولة عن الانتاج فازاي اتعامل مع الموارد البشرية لانه هو يعتبر هما دول الاساس في العمل داخل المصنع اهداف تخطيط الموارد البشرية اول حاجة مفهوم ادارة الموارد البشرية يعني ليه ايه هو المقصود او الغرض من ادارة الموارد البشرية مفهوم إدارة الموارد البشرية عبارة عن عمليات تخطيط وتوجيه وتنظيم ومتابعة الأفراد العاملين في المنظمة يعني أنا بتابع الأفراد والعملين في المنظمة بشوف إيه هي إزاي أعملهم إيه خطة وإزاي أعملهم توجيه أثناء العمل باختلاف تخصصاتها وأهدفها باعتبارهم من أهم الموارد التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة نرجع تاني هنقول مفهوم إدارة الموارد البشرية هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن عمليات تخطيط وتوجيه وتنظيم ومتابعة الأفراد العاملين في المنظمة في أي منظمة باختلاف تخصصاتها وهدفها باعتبارهم من أهم الموارد التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة على اعتبار ان الموارد البشرية هي رأس مال استثماري يجب تنميته وتطويره لانه زوه بعد استراتيجي لنجاح المنظمة او العمل يعني بدون الموارد البشرية العمل مش هينجح بدون الموارد البشرية مش هيبقى فيه انتاج يبقى انا الاساس ان العمال اللي موجودين عندي في المصنع او الموظفين اللي موجودين عندي في الشركة لازم اعمل لهم تنمية اعمل لهم تدريب اشوف احتياجاتهم ايه واشوف ايه ماذا ما هو العمل المناسب لهم في المؤسسة بتاعتي بحيث ان انا اطلع بالانتاج الجيد الجودة في الانتاج ابقى العمل بتاعي يبقى ناجح وظيفة ادارة الموارد البشرية تمارس وظيفة ادارة الموارد البشرية دورين يعني انا عندي دورين مهمين للموارد البشرية ايه هما الدور دول؟ الدور الاستراتيجي والدور التنفيذ يبقى انا الموارد البشرية بتقوم بدورين في تنمية العمال او الموظفين الدور الاستراتيجي والدور التنفيذي هناخد واحدة واحدة نشرحهم مع بعض الدور الاستراتيجي يعني السعي لربط ادارة الموارد البشرية بالاهداف الاستراتيجية لمنظمة الاعمال بهدف تحسين مستويات الاداء يعني بحط خطة استراتيجية لتحسين أداء العمال أو الموظفين عندي دي اللي هي المنظومة اللي بحطها داخل العمل علشان يبقى فيه تحسين دايما لأداء العمال أو الموظفين وتنمية ثقافة تنظيمية خاصة بالمنظمة تحفز على المرونة وخلق مناخ الابتكار يبقى أنا عندي هنا إن أنا بعد ما بعمل لهم تنمية بعمل خطة استراتيجية لازم أوصل بالخطة دي لإيه؟ إن هي يبقى فيه ثقافة تنظيمية وكمان يبقى فيها مرونة في التعامل عشان أوصل منهم لمناخ الابتكار يعني يبقى فيه ابتكار وابداع أثناء العمل ما يبقاش فيه حاجة تقليدية بتتعمل إن أنا عايزة أعمل شغلي وخلص لا أنا مش عايزة كده أنا عايزة فيه إنتاج يبقى فيه إبداع فيه ابتكار فيه العمل ويتعلق الدور الاستراتيجي بالمسؤولية عن المشاركة في بناء وتطوير الطاقة المؤسسية لمنظمة الأعمال يعني أنا عندي هنا الدور الاستراتيجي بتاعي إن أبعمل مشاركة في بناء وتطوير الطاقة المؤسسة لمنظمة إيه؟ الأعمال يعني يبقى فيه طاقة إيه؟ تطوير الطاقة يبقى طور الطاقة داخل منظمة الأعمال أو منظمة العمل بتاعي الدور التنفيذي بقى الدور التنفيذي اللي هو بيطلق عليه الدور التقليدي ويشمل ايه بقى التخطيط اللي هو الاستكتاب والتسكين التدريب والتنمية التعوضات اللي هي الرواتب والايه والمزايا يعني دي الحاجات اللي هي التقليدية اللي موجودة داخل اي ايه اي منظمة ايه التخطيط ان انا بعمل تخطيط بحط كل واحد في مكانه التدريب والتنمية بعملهم تدريب مستمر على ايه جالي مكان جديد جالي أدوات جديدة بعمل لهم تدريب عليه باستمرار بحيث أن أعمل لهم جودة في العمل وعمل لهم دايما تنمية التعوضات زي رواتب الميزات اللي هي الحوافز الراتب الأساسي عدد ساعة العمل بديهم عليها إضافيات هو دي التخطيط اللي هو التقليدي أو التنفيذي أهداف بتخطيط الموارد البشرية أول حاجة تحقيق أهداف المؤسسة يعني أنا أهم حاجة عندي أن أبحقق أهداف المؤسسة أهداف المؤسسة إيه؟ إن أنا عايزة أطلع إنتاج جيد زي جودة عالية دي إيه؟ أهداف المؤسسة إن أنا أزود الإنتاج عندي أزود إيه؟ الناحية الاقتصادية أزود الدخل بتاع المؤسسة حفظ العاملين على التقدم المستمر يعني لازم العاملين عندي يبقى عندهم إيه؟ حافظ بديهم حافظ دايما ان فيه ايه ان الكل ما تدي انتاج احسن كل ما تبقى يبقى اداك افضل بعمل لهم ايه حافز على ايه التقدم توفير مناخ يساعد على الابتكار يعني دايما يبقى المناخ بتاع العمل يبقى بالنسبة للمعامل يبقى يساعد على ايه الابتكار المناخ جديد بعمل له دايما تجديد في المناخ يبقى اول حاجة تحقيق اهداف المؤسسة حافز العاملين على التقدم المستمر توفير مناخ يساعد على ايه على الابتكار تطوير المهارات الفنية للعملين تشجيع النظرة المستقبلية والتنبؤ التنسيق بين نشاط الأفراد طبعا هنا تطوير المهارات الفنية أن أهم حاجة أن أنا بعمل دايما تنمية وتطوير للعملين على الآلات والمعدات اللي ما بيستخدموها تشجيع النظرة المستقبلية دايما يبقى فيه تشجيع أن أي حد مثلا هيجيب لي فكرة جديدة بشجعه عليها التنسيق بين نشاط الأفراد يعني دايما كل الافراد يبقى كل واحد مسؤول عن العمل اللي بينفزه ويبقى هو ده النشاط بتاعه اللي بياخد عليه ايه الاجر بتاعه والحفظ بتاعه تحقيق القدرة على التجديد تطوير السلوكيات والعلاقات والمهارات القيادية يعني لازم يبقى فيه العلاقة بين العاملين وبعضهم والرأساء تكون فيه علاقة ايه فيها اسلوب قيادي متميز يعني مايبقاش فيه حد بتعالى على حد توجيه المعلومات بيبقى بسيط وسهل مايبقاش بالامر لعنى عايزة يبقى جوه العمل فيه تفاهم بين ايه بين فريق العمل وبعضه الترقية والتقدم في المسار المهني السليم يعني كل ما بيبقى الشخص مكتهد بيبقى فيه ترقية ليه بيطلع لدرجة اعلى ده نتيجة ايه العمل بتاعه او الشغل بتاعه سيانة الموارد البشرية يعني زيادة الانتاج سيانة الموارد يعني دايما اننا الانسان بيبقى فيه تأمين صحي فيه لو حصل له محتاج علاج فيه اصابة للعمل كل ده بيوفره له طبعا زيادة الانتاج ده هو الاساس عندي في الايه في الاهداف ان انا كل ده بعمله عشان ازود الانتاج عندي ازود الدخل بتاع ايه بتاع المكان ارفع من سعر المنتج كل ما يكون المنتج جايد كل ما يكون ايه الدخل بتاعي ايه اعلى اه الميزات اللي بتوصل للعمل بتبقى ايه اعلى عناصر نجاح تخطيط الموارد البشرية ايه هي بقى عناصر نجاح تخطيط الموارد البشرية العناصر الان ايه بتبقى اساس في نجاح الموارد البشرية اول حيات دقة الاهداف للمنظمة توفر البيانات والمعلومات الدقيقة يعني أنا بجمع الأهداف بتاعت المنظمة يعني إيه هي أهداف المنظمة توفير بيانات ومعلومات الدقيقة اللي تخص الموارد إيه البشرية دعم الإدارة العليا إيه للتخطيط يعني إدارة العليا للتخطيط بتعمل لي إيه دعم ارتباط تخطيط الموارد البشرية بوظائف إدارة الموارد البشرية الأخرى يعني بربط تخطيط موارد البشرية بوظائف إدارة الموارد إيه البشرية الأخرى بعمل إيه ربط بينهم مبادئ بقى الموارد البشرية إيه هي مبادئ الموارد البشرية أول حاجة الأفراد يبقى أول حاجة من مبادئ الموارد البشرية إيه الأفراد الأفراد هم إيه هم استثمار إذا أحسن إدارته وتنميته يمكن أن يحقق مكاسب طويلة الأجل للمنظمة في شكل زيادة الانتاجية يعني أنا الأفراد دول لو عملتلهم هم أساس الاستثمار هم أساس الانتاج عندي فلازم أعمل إيه أحسن إدارته يعني إدارة المهاردة البشرية دي لازم أعمل إيه تحسين الإدارة وعمل له تنمية باستمرار ويمكن أن يحقق مكاسب طويلة الأجل يعني أنا لو عملت له إدارة صح عملت له تنمية صح هوصل إيه لمكاسب طويلة الأجل للمنظمة في شكل إيه زيادة الانتاج يعني كل ما حسن في إدارة الأفراد حسن في تنميتهم يعني عمل لهم تدريب مستمر عمل لهم أهتم بقدرتهم أحط كل عامل في مكانه المناسب هوصل إيه في الآخر لزيادة إيه الانتاج السياسات والبرامج والممارسات عندي فيه سياسات وفيه برامج وممارسات لابد أن تخلق لإجباع الحاجات النفسية يعني أنا بحط سياسة داخل المنظمة بتاعتي بحط برامج بحط ممارسات ماشي لإجباع الحاجات النفسية يعني إيه الناحية اللي هي العاطفية والاقتصادية للفرد يعني أنا الفرد بتاعي لازم يكون عندي إيه فيه نظام داخل إيه داخل المنظمة يعني أنا دلوقتي لو العامل عندي ما بياخدش مرتب يكفي حاجاته أو يكفي الحالة الاقتصادية بتاعته هيبقى بيشتغل وهو إيه نفسيته تعبانة فمش هيقدر يديني الإنتاج الجيد فلازم أن أنا إيه أوفر كل إيه كل ما يناسب إيه الفرد عندي لإيه لعشان يبقى النحية بتاعته إيه نفسية بتاعته مرتفعة ويقدر يديني إنتاج إيه عالي بيئة العمل طبعا المكان اللي هيشتغل فيه العامل لابد أن تخلق بحيث تشجع الأفراد على تنمية واستغلال مهارتهم لأقصى حد يعني لازم يكون بيئة العمل المحيطة بالعامل هو شغال تكون مناسبة ليه يعني يعني يبقى فيه تنظيم للعمل للعمل المنتج اللي بيشتغله يبقى عارف هو هيشتغل إيه مايفجئش مثلا هو إيه هيغير مكانه أو هيغير العمل بتاعه فجأة لازم يكون متضرب عليه كويس فهو ده كله بيئيه بيبقى فيه إيه بيساعد على إيه المهارة بتاعته تبقى عالية لأقصى حد برامج وممارسات الموارد البشرية لابد أن تنفذ وتحقق بطريقة تراعي فيها تحقيق التوازن بين حاجات الأفراد وأهداف المنظمة يعني البرامج دي لازم تكون إيه بتراعي التوازن بين حاجات الأفراد وأهداف المنظمة ما حطش برامج وممارسات صعبة أو غير مناسبة للأفراد أو تكون غير متفكة يعني البرامج اللي هحطها تكون مناسبة للعمل ومناسبة ليه الأفراد والإيه والمنظومة إن أنا أوصل في الآخر إن هي بتحقق إيه اهداف المنظمة ادارة المعارض البشرية اتاحة تقنيات المعلومات والاتصالات خاصة صورة الانترنت التطور في الفكر الاداري والمعارض البشرية يعني انا دلوقتي التقنيات اللي بتتحط خصوصا ايه صورة الانترنت اللي ادخال نظام الكمبيوتر والتخطيط وضع الاستراتيجية النظام الحضور والانصراف اللي بدأ يتعمل بالكمبيوتر كل ده بيعمل ايه بيعمل تطور في فكر الادارة والموارد البشرية بطور في فكرهم بطور في الادارة بخرج من حطة الروتين اللي بيعطل العمل تتعرض لتغيير جزري في مفاهيمها وسياستها واستراتيجيتها وموارستها يبقى تطور صورة الانترنت دي بتعمل تغير في مفاهيم المؤسسة التخطيط الاستراتيجي وسياسته واستراتيجيته وموارئة ممارساتها وتترك الى التطبيقات الالكترونية مختلفة في مجال ادارة الموارد البشرية يعني فيه دلوقتي تطبيقات محطوطة لادارة الموارد البشرية التطبيقات دي بتوفيلي في ايه في الوقت وفي الجهد وبتزود لي ايه بتاعد في زيادة ايه حيث ان اصعب عنصر في منظومة العمل في اي منظمة هو الانسان وبيجي دايما سؤال في الحتة دي اصعب عنصر في منظمة العمل في اي منظمة هو ايه هو الانسان لان انا بدون العامل البشري مش هينجح ايه مش هتنجح المؤسسة يعني ان لو عندي الات وعندي معدات وعندي كل حاجة وعندي مكان وما فيش عامل يعمل لي الانتاج دوت يبقى انا كده ايه مش هابقى ناجح فهو الاساس عندي في المؤسسة فأي مؤسسة هو ايه العامل البشري فلازم العامل البشري دوت يكون مناسب للمكان اللي هيشتغل فيه ولا جدل ان مسئولية التعامل مع الانسان تنصب في المقام الاول على ايه وظيفة ادارة الموارد البشرية يعني احنا الاساس عندنا والمقام الاول هو ايه الموارد البشرية مزايا تطبيق ايه تطبيق الالكتروني في ده 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 د اللي عندي عايزة رقم تليفون وعايزة الإيميل بتاعها وعايزة الواتس بتاعها بيانات دي كلها لما بتبقى متسجلة عندي وابقى سهل ان انا اجيبها منع الكمبيوتر ده بيوفر في الوقت وفي الجهد ان انا بدلا ما كلش ويقولهم ايه طب معلش اكتب لي رقم تليفونك لا اكتب لي بياناتك اعمل كشفاتك كشفات طبوز اعمل كشفات تاني لما بيبقى عندي ملف جوة الكمبيوتر عليه بيانات العاملين ده بيسهل عندي في كل حاجة بقى في الرواتب في التوقعات في الحوافز كل عامل بيشتغل فترة قد ايه قدر احدد ده هياخد حوافز ايه ده هياخد مرتبات ايه ده فشغل الكمبيوتر تطبيق الكمبيوتر بيوفر علي ايه كل ده اللي هو الشغل الووتيني او المعاملات الووتينية اللي بتتم داخل ايه ادارة المعارض البشرية تاني حاجة اعطاء الفرصة للعاملين الاطلاع على موقف معاملاتهم دون الرجوع لإدارة المعارض البشرية يعني انا دلوقتي العاملين يقدروا ايه يشوفوا ايه الموقف بتاعهم او يطلوا على الملفات بتاعتهم بدلا ما كل شوية يروح للإدارة ويسأل انا عايزة اعرف مثلا مرتب كام اجازتي امتى اخدت كام اجازة مستحقاتي ايه كل ده انا بقى يقدر هو يعرفه عن طريق الملفات بتاعته بدون الرجوع الى ايه إدارة المعارض البشرية تمكيننا عاملين من تعديل بياناتهم مباشرة ده بيبقى دايما ايه عن طريق ايه زي الاحساء كده ان انا ممكن اعدل بياناتي ايه مباشر لو في حاجة ايه زيادة حاجة نقصة اقدر ايه ازبطة تسريع معاملات ايه العاملين بيبقى فيه سرعة في معاملات العاملين يعني انا اللي عامل عندي ما يعوز مثلا يعمل صحيفة احوال عايزي يعرف ايه مثلا اللي هو المرتبات عنده شريط القبض بتاعه كل ده بيبقى سهل ان هو يوصل لي ايه بسرعة بيقولنا ايه ان هو شغل الروتيني اللي كان بتعمل ايه الاول تخفيض حجم العاملين بوظيفة ادارة مواد البشرية يعني انا ممكن انا بقى مدل ما كان عندي عشرة بيشتغلوا في وظيفة واحدة لأنا ممكن ايه يبقى بدلهم يبقوا خمسة هما اللي بيشتغلوا يبقى كده انا وفرت في عدد ايه الموظفين لان هو الكمبيوتر بيشتاء بييه بيسرع فيه عملية ايه عملية الانتاج ومش محتاج عدد كبير من الموظفين داخل المكتب يعمل لي الشغل الايداري توفير استخدام الورق ده مهم جدا ان انا كنت باستخدم ملفات باستخدم ورق كتير في كتابة البيانات انا دلوقتي بكل حاجة على الكمبيوتر سهل ان انا اعدل من على الكمبيوتر واعمل حفظ للملفات لكن الاول مثلا لو فيه تعديل ما روح اعمل ملف جديد واعمل ورق جديد واعمل ايه بيانات جديدة لكن داخل الكمبيوتر انا قدر ازود اي حاجة انا ايه انا عايزها واعمل بعد كده عليها ايه حفظ وسهل او ان انا اعمل استرجاع للملفات مرة ايه مرة اخر خطوات عمليات تخطيط الموارد البشرية ايه بقى خطوات تخطيط الموارد البشرية خطوات اللي همش عليها التأكد من تخطيط احتياجات المنظمة من الموظفين يعني دلوقتي اما بعمل تخطيط الموارد البشرية بقدر ايه احدد المنظمة بتاعتي دي محتاجة موظفين قد ايه يعني محتاجة مثلا ايه عايزة سكرتير عايزة محاسب عايزة اه مرأب جودة عايزة كم عامل اه كم موظف كل كل اه جزء في المنظمة ببقى عارفة كل كل مكون او كل وحدة محتاجة موظفين قد وذلك بتحليل خطط المنظمة لتجديد المهارات المطلوبة المطلوب توفرها في الموظفين يعني انا من خلال ان انا ما بحدد عدد الموظفين اللي انا محتاجاهم بعمل ايه خطط ماشي لتجديد المهارات يعني بعمل يعني انا المحتاجة مهارة محتاجة ان انا اعمل ايه تدريب تدريب لمين تدريب مثلا لقسم الملابس عندي اللي هما العمال عايز اعمل لهم تدريب عايز اعمل تدريب لمرائب الجودة بقى ما محدد ان انا كل شهر هعمل تدريب لمين او هجدد المهارات لمين في الموظفين عناصر عملية تخطيط الموارد البشرية ايه هي بقى العناصر اللي هي بتساعدني على تخطيط الموارد البشرية اول حاجة التنبؤ باحتياجات المنظمة من موظفين يعني انا اول حاجة بحدد انا محتاج قد ايه موظفين ممكن عملها كل ستة شهور ممكن عملها كل سنة انا محتاج موظفين قد ايه في كل قسم عندي داخل المنظومة مقارنة احتياجات المنظمة المنظمة المرشحين لسدها زي الاحتياجات يعني انا بقدر احدد الموظفين واحتقوا ايه وهرشقوا اللي هيترشحوا للوظيفة دي مواصفاتهم ايه يعني بقدر احط مواصفات لللي جاي جديد عندي ايه علشان ارشحوا للايه للمنظمة دي او للوظيفة اللي هي ايه الفاضية اللي عندي تطوير خطط واضحة تطوير خطط واضحة تبين عدد الاشخاص اللي زينا سيتم تعينهم يعني دلوقتي بعمل خطة بعمل تطوير للموظفين اللي هما هيجوا يشتغلوا عندي يعني عبقى محتاج ايه فيهم ايه هي المواصفات اللي انا هحطاها فيهم عشان يجي يشتغلوا عندي طبعا دول اللي هما موظفين ايه اللي هما خارج المنظمة اللي هما هيجوا يتعينوا عندي ومن الاشخاص اللي زينا سيتم تدريبهم يعني ان عندي موظفين هعينهم وموظفين موجودين عندي هدربهم من داخل المنظمة لسد هزي الاحتياجات يعني دلوقتي عندي مثلا فيه شغل فيه آلات جاية فيها جميع الكمبيوتر فالكمبيوتر ده انا عندي العمال الموجودين عندي او الموظفين ما بيعرفش يشتغلوا على الكمبيوتر او النظام البرمجة اللي محطوط جديد هما مش متدربين علي فبالتالي ان انا هحط خطة ان انا اللي جايين جداد هحط ان هما لازم يكونوا ايه عندهم خلفية عن الكمبيوتر والقدامة عندي عندهم خلفية فكده انا هعمل ما جي اعمل تدريب يبقى هعمل التدريب ليلة اتنين مع بعض واشوف كل واحد محتاجة المجموعة القديمة محتاجة ان انا اقويها في ايه والمجموعة الجديدة اللي جاية هدربهم علي ده علشان اعمل ايه سد احتياجات ايه الوظيفة اللي عندي العوامل التي تؤثر في حجم الموارد البشرية ايه هي العوامل التي تؤثر في حجم الموارد البشرية انا عندي فيه مؤثرات داخلية وفيه مؤثرات ايه خارجية مؤثرات داخلية ومؤثرات ايه خارجية هنيجي الاول مؤسلات الداخلية هنشوف ايه هي ايه العوامل بتاعتها اول حاجة اهداف المنظمة الوضع المالي للمنظمة يعني ايه اللي هي اهداف المنظمة الهدف من المنظمة ايه المنظمة بتاعت دي بتشتغل في ايه بتطلع انتاج ايه هو ده ايه الهدف المحتوط للمنظمة الوضع المالي للمنظمة يعني الميزانية بتاعت المنظمة بتاعت قد ايه بحيث ان المنظمة بتاعت دي هتطلع هتطلع بتطلع مرتبات قد ايه بتخل لها داخل من الانتاج بتاعتها قد ايه فده لازم يكون ايه متحدد الموقف المالي بتاعتها او وضعها المالي الموجود عندي وكمان ليه بقول ان الوضع المالي لان انا دلوقتي المنظمة دي بتبقى ملازم تبقى معارفة هي بتطلع رواتب كل شهر قد ايه يعني ايه هو المكسب بتاعتها وايه هو الداخل وهو ايه الخارج ليها الهيكل التنظيمي وهو الهيكل مدير اللي هو بنقول عليه ايه مدير مدير ادارة اه مدير رئيس قسم اه الموظفين اللي موجودين ده الهيكل التنظيمي بيبقى فيه هيكل معمول كده اه زي لوحة كده بيتعامل فيها الرئيس الرئيس المباشر اه المدير العام بعد كده الرئيساء الاقسام الموظفين وعدد الاقسام اللي عندي وكل برئساءهم بموظفين الموجودين تحتهم ده الهيكل التنظيمي بتاعي اللي بناءا عليه بقادي عليه المرتبات بدأ بوزح عليه العمل لهيك التنظيمي ده موجود وممعمور حجم العمل ونوعيته هي عمل هو ايه يعني ايه حجم العمل ونوعيته يعني العمل بتاعي اللي هو المنتج بتاعي نوعه ايه حجمه اديه ونوعه ايه يعني لو انا عامل مصنع ملابس لازم يكون مصنع ملابس ده مثلا عملاه البنتلون بنطلون ايه بنتلون جنس طب بيعمل لجميع المراحل بيطلع قد ايه بقى منتج كل شهر ده هو حجم ايه العمل لكن نوعه اللي هو ايه بانطالون جنس يعني بقول حجم العمل هو بيعمل انتاج قد ديه كل شهر او كل اسبوع او كل خمسهر يوم حسب ايه الطلبيات اللي بتيجي للمصنع ده المؤثرات الخارجية بقى دي اللي هي بتبقى خارج المصنع بتبقى خارج ايه المصنع العوامل الاقتصادية الخارجية المحيطة يعني دلوقتي السعر بتاعي بتاع المنتج هل مناسب للعميل اللي بيشتريه الحالة الاقتصادية الحوالية يعني سواء حالة البلد نفسها او حالة العميل اللي هيشتري المنتج بتاعه فلازم اكون عامل ايه اشوف الحالة الاقتصادية الخارجية علشان ما عملش المنتج بتاعه ويبقى فيه عندي ركود فيه الانتاج يعني ما عنديش توزيع للانتاج بتاعي بسبب ان هو ايه مش مطلوب خارجيا سياسة العمال في الدولة سياسة العمالة في الدولة يعني انا دلوقتي المرتبات اللي بديها ليه العمال مؤربة لكل العمال اللي في في الشركات الاخرى والمصانع الاخرى ولا انا اقل او انا اكتر فلازم يكون ايه يكون انا متبع لسياسة الدولة في الرواتب بتاعة العمال اللي هي الليحة التنفيذية اللي بعملها للايه ليه العمال عوامل تقنية وهي معدل دوران العمل يعني نظام دوران العمل داخل المنظومة العوامل التنفسية لو انا بتنافس على منتج مع شركة اخرى او مصنع اخر لازم يكون ايه العوامل التنفسية تكون فيها اسلوب اللي هو الجذب ان انا بجذب العميل ان هو يشتري المنتج بتاعي اوضاع سوق العمل لازم اكون دارس اوضاع السوق وايس جدا وايه قبل ما ايه منازل المنتج بتاعي او ان انا هعمله تطوير او هعمله ابداع او هعمله ابتكار من حينس ان هو يبقى ايه مختلف عن الايه المنافسين الاخرين اللي هم بيبيعوا نفس المنتج بتاعي نيجي بقى نتكلم عن ايه التحليل الوظيفي وطبعا التحليل الوظيفي ده يعتبر من اهم جزء في التخطيط ان انا ازاي احط الوظيفة بتاعتي ايه هو ايه هي الوظيفة وايه هو العامل المناسب للوظيفة دي ووصفاته ايه وده مهم جدا في الجزء بتاع التحليل الوظيفي تعالوا نشوف مع بعض كده يقصد بالتحليل الوظيفي هو عملية جمع وتحليل وتركيب المعلومات الخاصة بكل وظيفة يعني انا بجمع كل المعلومات الخاصة بالوظيفة دي واشوف الوظيفة دي امكانياتها ايه يعني انا دلوقتي لو عامل عايز عامل يرفع ويشيل معدات سقيلة لازم يكون ليه مواصفات معينة يعني لازم يكون العامل ده كوي بنيته كوية يكون يقدر صحيته كوية لكن ما جيبش واحد ضعيف فقل له لا انت اللي هتشتغل هنا في ان انت تشيل كاراتين وتحط كاراتين وترفع الات وتحط في الاعمال استقيلة لازم يكون واحد ليه مواصفات معينة لو انا هجيب عاملة تقعد على مكنة سنجر فلازم يكون متضربة وتعرف تشتغل على المكنة وتعرف سرعة المكنة دي وانتجها ازاي وتعرف تتعامل مع المكنة اللي حصل لها اي مشكلة فبالتالي ان انا ايه لازم اكون العامل يكون مناسب للعمل يعني ما جيبش واحد ما بيعرفش يشتغل على المقص دار المقص الكهربائي واقول له اشتغل عليه المقص الكهربائي لو ما كانش العامل او الصناعي اللي يقف عليه يعرف يشتغل عليه كويس جدا هيعمل اصابات لي وممكن يعمل اعاقة هو ده ايه ان انا بقول ازاي اعمل دراسة جيدة للوظيفة وعشان قدر احدد مين مين اللي هيجي الوظيفة دي يبقى يقصد بالتحليل الوظيفة هو ايه هو عملية جمع وتحليل وتركيب المعلومات الخاصة بكل وظيفة بغرض التعرف على كل ما يتعلق بالوظيفة من حيث ايه منتطلباتها يعني ايه يعني منتطلبات الوظيفة دي ايه عشان ما يجيش اجيب عامل او اجيب موظف واقول له اقعد اشتغل وهو ما عندوش اي خلفية عن الوظيفة دي يعني ما ينفعش ان انا اجيب واحد واقول له اشتغل في الحسابات هو ما يعرفش مش خريك تجارة ما يعرفش اصلا يعني ايه حسابات ويقدر ويعمل لي كل الحسابات بتاعتي غلط ويعمل لي مشاكل ايه داخل ايه داخل المنظومة فلازم ان انا ما اجي حط واحد هيشتغل في ايه في الحسابات يكون اصلا ايه خارج كل التجارة يعرف في المحاسبة كويس جدا يعرف يشتغل في الوظيفة دي وخصائصها وطبيعتها عن طريق الدراسة والملاحظة واستخدام الطرق العلمية الحديثة المتوفرة في هذا المجال طبعا ايه يكون الخلفيات ان احنا دولات الكمبيوتر والالات والمعدات الحديثة دخلت كل جوى المنظمات فلازم يكون الموظف اللي جاي يكون عنده خلفية بالمجالات والتطور الجديد لو هو ما عندوش خلفية بدخله ايه بعمله تدريب عشان يقدر يشتغل في الوظيفة دي تحليل وتوصيف الوظائف يشمر يعني انا عشان حلل الوظائف دي فيه اربع حاجات بحلل عن طريقها ايه الوظائف او بعمل توصيف للوظيفة اللي هو الوصف الوظيفي الوصف هي الوظيفة اول حاجة الوظيفة اللي هو جوب هي مجموعة من الوجبات التي تؤدي بواسطة فرض ما؟ يعني الوظيفة دي اللي هو بيقوم بيها فرض واحد ما بيقومش بها عادة افراد لا بيقوم بها فرض واحد ولها صفة التكرار ولها صفة التماثل وتحتاج الى تجانس في المعارف والمهارات يعني ايه؟ يعني لازم يكون الفرض ده يكون عنده ايه؟ عنده معارف وعنده مهارات يعني انا لو هجيب واحد مسلا اشتغل في السكرتاريا يبقى هو واحد بيبقى عنده خلفية عن ايه؟ عن العمل ده عنده معارف ليها عنده مهارات فيها هو اللي بيعرف ايه يشتغل عليها مش هجيبه ايه يعني هجيب واحد يشتغل على الكمبيوتر يبقى لازم يكون هو يعرف يشتغل على الكمبيوتر عارف ايه؟ لامم بالوظيفة ملم بايه؟ بالوظيفة كاملة العمل اللي هو ايه؟ هي وظيفة واحدة او وظيفتين متماثلتين او تقريبا متماثلتين فمثلا عندما يؤدي عشرة من الكتبة تقريبا نفس العمل نستطيع ان نصف العشرة وظائف ايه؟ بعمل مراك يعني دلوقتي لما اجي هعمل مثلا فرضا داخل المصنع بتاعي عندي عشر مكينات سينجر وعليهم وكل مكنة عليها عاملة يبقى انا عندي عشر مكينات بعشر عاملات كل مكنة من دول بتعملي حاجة في المنتج وفي الاخر مكنة اللي هي المكنة العشرة هي بتجمع لي المنتج كله يبقى هي كلهم كل اللي عادين على المكنة بيعملوا ايه؟ بيشتغلوا على المكنة بيعرفوا يخيطوا على المكنة بيعرفوا يستعملوا مكنة السينجر بيعرفوا يعملوا التقنيات بتاعت التقنيات الفنية بتاعت المكن لكن كل واحدة كل عاملة على المكنة بتعمل لي حاجة اللي بتركب لي الكم اللي بتركب اسورة اللي بتعمل الياءة اللي بتركب جيب اللي بتعمل المرض في الاخر بوصل في الاخر بنتيجة ايه ان المنتج كله فيه مكنة اخيرة بتجمع لي المنتج ده على بعضي يبقى هو ده اسمه ايه اللي هو العمل الوظيفة الوحيدة او وظيفتين بيقوم بيهم ايه ممكن يقوم بيهم خمسة ممكن يقوم بيهم عشرة بس اما بيعملوا شغل ايه واحد الفئة اللي هي ايه بنقول عليها جروب تعني جميع الوظائف التي تشابه في نوع العمل ومستوى صعوبة الوجبات واهمية المستويات ومطالب التأهيل لاداء العمل يعني ايه يعني كل اللي في العمل بيشتغلوا ايه كل واحد بيشتغل ايه حسب ايه حسب الفئة بتاعته يعني فيه فئة مثلا زي اللي بيعودوا في التشريب زي اللي بيعود في الكي زي اللي بيعود في التغريف والتعبئة دول بكله كل فئة من دولة بتشتغل في القسم بتاعها لكن في الاخر كل الفئة دي بيبقى كل الجروبات دي كلها ايه صعوبات العمل واحدة الاداء في العمل واحد انه هو في الاخر بيطلع لي ايه بيطلع لي انتاج بيطلع لي منتج الدرجة وتعني شريحة معينة من الأجر تتضمن جميع الفئات التي تتشابه في مستوى صعوبة الواجبات وهمية المسئوليات وطالب التأهيل ولكنها تختلف في نوع العمل بتختلف في نوع إيه العمل يعني إيه اللي هي منقول عليها الدرجة اللي هي زي الدرجة الأولى درجة الثانية درجة الثالثة هي كلهم فئات بتنشتغل نفس الشغلة بس بيختلف فيه في الدرجة من إيه من شخص لأخر يعني نقسم التوصيف الوظيفي ناخد بنا بقى نقسم التوصيف الوظيفي إيه لا بنقسم إيه بقى المسمى الوظيفي يعني المسمى الوظيفي هو إيه مدير رئيس قسم موظف هي دي المسمى الوظيفي اللي بتحط لكل واحد مرائب جودة رئيس عمال دي إيه بتقالها لانه المسمى الوظيفي ملخص الوظيفة يعني ملخص الوظيفة يعني كل واحد وظفته إيه كل واحد وظفته إيه وظفته إيه المهام الرئاسية يعني إيه هي المهام اللي بتتحط لكل وظيفة المعارف والمهارات المطلوبة للمنصب يعني أنا كل واحد بيشتغل لازم يكون إيه يكون ليه مهارات معينة للمنصب بتاعه اللي العمل بتاعه اللي هيقوم بيه تحليل الوظيفة بيشمل شكين عشان أعمل تحليل الوظيفة بيشمل إيه شكين شكل أول وصف الوظيفة والمواصفات المطلوبة في إيه شغلها يعني أنا لازم أعمل وصف للوظيفة دي وأعمل إيه مواصفات في اللي هيشتغل في الوظيفة دي المواصفات بتاعته إيه أو المواصفات المطلوبة إيه أول حاجة الوصف الوظيفي عبارة عن إيه عبارة عن كتابة وصف كامل للمهام للمهامات والوجبات التي يكون بها شغل الوظيفة وكذلك المؤهلات العلمية والعملية المطلوبة يعني أنا دلوقتي الوصف الوظيفي بتاعي ده هو عبارة عن إيه عبارة عن إيه إن أنا بكتب الوظيفة بتاعتي دي بكتب مطلوب إيه فيها مواصفاتها إيه اللي هيشتغل في الوظيفة دي مواصفاته إيه وإيه هي المهارات اللي لازم يكون إيه ملم بيها عشان يعمل الوظيفة دي عشان يبقى دي لإيه للوظيفة دي تحليل الوظيفة بشقية إحنا قلنا وصف الوظيفة وتحليلها ولدراسة الوظيفة وتحليلها فإن الطرق التالية أكثر شيوعا يعني أنا عشان أعمل أعمل دراس أحل الوظيفة دي فيه تلات طرق لإيه لتحليلها فيه تلات طرق لتحليلها أول حاجة الاستقصاء السرد الكتابي الملاحظة والإيه المقابلة استسقاء السرد الكتابي الملاحظة والمقابلة إيه الكلام دا تعالوا نشوفه كده مع بعض أول حاجة طريقة الاستقصاء طريقة الاستقصاء دي تستخدم عادة لإتمام برنامج تحليل وتقويم الوظيفة يعني أنا بشوف إيه الشخص ده هل هيقدر يبقى ملم بالوظيفة بعمله إيه زي تدريب زي تست كده أشوفه هو هيقدر يشتغل في الوظيفة دي ولا غير مناسبة أشوف له حاجة تانية على إنجاز أكبر قدر من العمل في فترة وجيزة نسبيا بالمقارنة مع الطرق الأخرى يعني أنا بعمل طريقة أو بعمل إيه اسلوب إن أنا أقول له مثلا إيه أنت هتقعد تشتغل في المكان ده أنا عارف مثلا إيه لو أنا عفرد إن أنا أحطه على مكانة أنا عارف المكانة دي مثلا في الساعة بتطلع إنتاج قد إيه فهقول له إيه بعد هشوف إيه سرعته وشغله هل في الساعة دي هيطلع الإنتاج ده ولا مش هيقدر يطلعه ولا أشوف له مكان تاني يشتغل فيه لو هو هيعمل في التشريب لو هيعمل في الكاي لو هو هيشتغل في وظيفة مثلا كتابية إنه هيقدر يخلص لي سرعته على الكمبيوتر قد إيه هو بيكتب سرعته على الكمبيوتر قد إيه بيعمل لي شغل قد إيه في خلال الساعة ليشتغلها أحسس أن أنا أحساب له السبع ساعات اللي هيعودهم هيطلع اللي أنا عايزه في الفترة دي ولا لأ تستخدم هذه الطريقة لأعمال الموظفين لغير العمال وهي طريقة تفصيلية أكثر وهي استخدام السجلات اليومية زي مفكرة يعني الطريقة الاستقصاء دي بأخدها للموظفين اللي هما بيشتغلوا أعمال كتابية مش هتطبق على الايه على العمال بتطبق على اللي بيشتغلوا ايه أعمال إدارية زي مرأب الجودة زي مسؤول التخطيط زي اللي هو بتاع مسؤول اللي هو الكمبيوتر الإحصاء الحكومة الإلكترونية ده اللي هو بقى به باستخدم السكرتارية المحاسبة وكل دول اللي هو بيطبق عليهم البرنامج البرنامج دوت طبعا بعمل سجل يومي عن الواجبات الرئيسية الموقت ده مع تحديد الوقت اللي زي بدأت فيه المهمة ووقت انتهاء يعني بحديد له ان هو ابتدى إمتى وانتهى إمتى ويمكن أن تكون عزيزي التطريقة السرد الكتابي والسجلات واستقصار زي تعاون مادي لتحليل الوظيفة يعني أنا بعمل لها ايه زي ايه المفكرة اللي بكتبها دي بيبقى في الآخر بقول ان هو ايه بتساعد هل هو بيعرف يشتغل في الوظيفة دي مناسب دي ولا غير مناسب طريقة المقابلة تعطي طريقة المقابلة نتائج غاية غاية في الدكة يعني المقابلة والملاحظة والمقابلة دي بتبقى غاية في الدكة ودعمال بستخدمها في الحاجات العملية يعني بعمل للملاحظة المقابلة دي فيhan فيه الاشياء الشغل العملي اللي هو بيبقى فني اكتر بيبن فيه الشغل الفني البتاع العامل او الموظف وحسن استخدام الوقت وتكون مقابلة مع الملاحظة هي المدخل المفضل وتوفر مقابلة معلومات قد لا يسهل الحصول عليها عن طريق الملاحظة بالاضافة الى المعلومات التي سبق الحصول عليها في الطريقتين السبقين يعني دلوقتي مثلا لما باجي اعمل اعلان عن وظيفة بعمل ايه مقابلة للناس اللي هتقدم في الوظيفة دي فبعملهم زي اختبار ففي الاختبار ده بعرف هل هو مناسب للوظيفة دي ولا غير مناسب للوظيفة دي النتائج الاولى لتحليل الوظيفة هي وصف الوظيفة تكون على النحو التالي يعني انا بعمل ايه النتائج اللي بتوصل لي من التلاتة دول بعمل تحليل الوظيفة او وصف الوظيفة ايه يا بقى اول حاجة تعريف الوظيفة بعرف ايه الوظيفة اسم الوظيفة ملخص الوظيفة واجبات الوظيفة يعني انا ببقى محددة كده في جدول كده الوظيفة اللي هو متقدم ليها ايه اسم الوظيفة ايه ملخص الوظيفة اللي هي المهام اللي هيقوم بيها واجبات الوظيفة اللي مطلوب منه ان هو ينفذه في الوظيفة دي تعريف المصطلحات غير العادية الإشراف العلاقات بين الوظائف إيه؟ الوظائف للأخر الآلات والمعدات ظروف إيه؟ العمل دي إيه الحاجات اللي أنا بحددها بعد كده من إيه؟ من النتيجة المقابلة أو الاستسقاء أو إيه؟ السرد الكتابي اللي أنا عملته مع إيه؟ مع المتقدم للوظيفة دي تاني حاجة مواصفات شاغل الوظيفة إيه يا بقى المواصفات شاغل الوظيفة إزاي حط المواصفات بتاعتي لشاغل الوظيفة دي هو الحد الأدنى للصفات الإنسانية المقبولة الضرورية تأكيد تأديت العمل بشكل مناسب يعني أنا بحط مواصفات للمتقدم بحيث إن هو يأدي العمل اللي مطلوب منه بشكل إيه؟ مناسب وهو مواصفاته تكون إيه؟ أي هو المعيار للأفراد هو معيار للأفراد وتحديد الصفات المطلوبة لأداء العمل بشكل مقبول يعني لازم يكون مثلا إيه؟ الصفات بتاعته يكون هادي يكون غير ما بيتوترش بسرعة ما بتعصبش بسرعة دي بعض البعض المواصفات اللي بحطها في إيه في الوظيفة؟ إن هو يكون روحه طويلة نفسه طويل يعني مثلا لو هو هيتعامل مع العمل لازم يكون عنده طولة بال في التعامل ما يتنرفز ولا تعصبش مع العميل يعني العميل هو مازلا جاي تعمل معي لازم يكون إيه؟ هادي لأنه ممكن فيه أسئلة العميل بيسألها أو ممكن تكون بتنرفز ممكن تكون بيسأل أسئلة كتير أكون ردت عليه في إجابات أكتر بس هو برضو بيسأل نفس الأسئلة بسلوب تاني أو بطريقة تانية بس هو عايز يفهم أو يعرف مسلا معلومة عن المنتج اللي أنا إيه؟ اللي أنا ببيعه فلازم يكون إيه؟ يكون فيه إيه؟ عنده صولة بال عنده صبر آآ عنده آآ ابتقار ابداع آآ لباقة في الكلام بحط المواصفات دي حسب إيه؟ حسب نوع الوظيفة اللي بيتقدن لها إيه؟ الشخص مواصفات شغل وظيفة تتلخص في إيه؟ درجة التعليم ماشي؟ الخبرة التدريب السمات الشخصية ودي برضو اللي إحنا بنقول عليها السمات البدنية يعني دي الصحة بتاعته الساعدات والكدرات الميول الشخصية يبا دي اللي هي المواصفات بتاعة شغل الوظيفة إن أنا بحد فيها درجة التعليم بتاعته يعني يعني دبلوم آآ دبلوم آآ شهادة فوق متوسط مع المتوسط أو باكالوريوس أو ماجستير أو دكتورات دي بحط الدرجة بتاكده الخبرة بتاعته هل أنا محتاج واحد عنده خبرة ولا محتاج واحد أنا هدربه من أول وجديد التدريب هل هو عنده خلفية عن العمل اللي هيشتغل فيه ولا محتاج إن أنا عمله تدريب عليه السمات الشخصية هل هو متوفر فيه آآ السمات اللي أنا حاطتها آآ فيه ولا لأ السمات البدنية يعني صحيته قويسة هل مناسب للعمل دوت آآ استعدادة والقدرات هل هو مستعد للعمل ده قدراته تسمح بده الميور الشخصية هل هو آآ عنده مرض نفسي عنده آآ متفائل آآ سليم نفسيا صحيا دي أهم حاجة اللي أنا إيه عنده آآ إنتاج يعني عنده استعداد يزود في الانتاج آآ عنده ابتكار إبداع كل ده إيه في إيه بحدده من خلال إيه المواصفات اللي بحطها لإيه لشاغل الوظيفة نيجي بقى بعد كده بطاقة بطاقات الوصف الوظيفي إيه هي يعني إيه بطاقات وصف الوظيفة يعني أنا دولاتي عملت تحليل الوظيفة وعملت إيه المواصفات المطلوبة في إيه في شاغل الوظيفة هعمل بقى بطاقات الوصف الوظيفي تعالي نشوف إيه هي بطاقات الوصف الوظيفي أول حاجة النموذج الأول يعني إيه الشركة بكتب اسم الشركة طبعا الشركة دي بتشتغل إيه مثلا التريكل قليل والتطريز بقي دي إيه بكتب اسم الشركة والشركة بتشتغل في إيه متاقة وصف وظيفي اسم الوظيفة اللي هو العامل اللي بيقوم بالعمل ده يعني كل واحد هعمله بطاقة زي كده مجموعة الوظائف اللي هي المجموعة النسجية الدرجة يعني درجة العامل ده ايه يبقى انا بكتب اسم الموظف اسم الوظيفة والمجموعة اللي هو بيشتغلها والدرجة بتاعته زي الدرجة الاولى الدرجة التانية الدرجة التالتة دي اللي بحطها نفس الموضوع لو انا ايه في مصنع ملابس بكتب اسم الشركة او اسم المصنع بقول بطاقة الوظيفة ايه بقى اسم الوظيفة اللي هو اللي عامل فني ملابس جاهزة المجموعة اللي هي النوعية اللي هي المجموعة ايه النسجية وبرضو الدرجة اللي هو هيدخل يشتغل عليها دي اسمها ايه بطاقة ايه الوصف الوظيفي امثلة بقى على التوصيف الوظيفي هناخد امثلة لو انا عندي ايه فني هو ممكن يجي سؤال يقول لي ما هي مواصفات عامل فني التريكو تعالوا بقى نشوف الملخص الوظيفة يكون ايه بقى مؤهل لاستخدام المعدات والماكينات النسجية يبقى اول حاجة يكون مؤهل لاستخدام المعدات والماكينات النسجية ولديه مهارات انتاج الخيوط ومنتجات التريكو يعني لو هيجي يشتغل عندي على مكنة التريكو لازم يكون عارف يشتغل عليها ازاي ويكون عارف ايه استخدامتها ايه ازاي يستخدمها وازاي هيطلع منها يحط الخيط فين ويلضمها ازاي والكلام ده كله ولديه القدرة على التميز بين الخامات النسجية ويراعي تطبيق مبادئ مراقبة الجودة مع الحفاظ على البيئة والاخلاقيات يعني ازاي اتعامل فيه قدرة على استخدام الخامات دي وكمان يبقى عندي ايه ازاي يتعامل مع ايه لفاظ مع البيئة يعني يكون فيه اه يهتم بالمكان ما يكونش فيه مثلا بيعملش مثلا بهدلة حواليه بيرمي البكر في الارض بيستهلك قط كتير بيعملي اهضار في الانتاج كل ده لازم يكون ايه عارف يكون ايه ملم بيه داخل ايه داخل العمل اه دلوقتي احنا هبقى ايه ان شاء الله الحصة الجاية هنكمل اه بقية اه العام الفني تريكو وهنه ونتقابل على خير ان شاء الله اتمنى ان انتوا كنتوا نفهمتوا الدرس بتاع النهاردة ونتقابل في الحلقة الجاية ان شاء الله في حلقة جديدة من في بيتنا مدرسة اه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة